وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقات القهار بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بيرميرهافن الألمانية لتنضم للأسطول المصري العريقة حيث تم بناؤها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقات القهار من طراز ميكو ايمائتين بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بيرميرهافن الألمانية لتنضم إلى الأسطول البحري المصري العريق حيث تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وتعد الفرقات القهار الثانية من أصل أربع فرقاتات طراز ميكو ايمائتين تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتتمتع الفرقات القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية وتهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظا على مقدراتنا ولتحقيق السيطرات الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالا باستقبال الفرقات القهار كتقليد بحري أصيب وألقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد أثبتوا وبحق أن مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة أنظمتها كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلا موضحا أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة الشعب المصري كله بيحتفل باليوم العظيم دوادي لأننا الجيش بتاعنا من أقوى الجيش والأعظم الجيش في العالم كله اللي بيدها للفخر والعزة يمكن منظومة تسليحية للخاصة لقوات المسلحة بتشهد تقدم من فترة للتانية وكل فترة بني اسمع أن نضمان سلاح جديد لقوات المسلحة أنا كشاب أفرح أن بلدي فيها تقدم ملحوظ وقوات المسلحة بتاعتها من القوات المسلحة بالأويل على مستوى العالم طبعاً الواحد فرحانه مبسوط جداً 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 بالإحتفالية دي أخوات البحرية معروف تاريخها من أيام حرب 72 وأنا مبسوط جداً بوصول القهار اللي وصولها لمصر اللي هي من أحدث الوسائل الحربية اللي وصلت مصر بتحس أن أنت يعني وراك قوة وراك يعني حاجة تمشي تنام تسحى تروح مش ورا عارف ناس حمياك نارف ناس وقفة وراك يعني الواحد بيحاسس بعزة وفخر وطول عمر المصريين كده وكان بحرية والجيش يا شرطة كلهم واحد عندنا في قلبنا من جوا قوة جديدة بتضفها لقوات المسلحة المصرية ولقوات العربية قوة الردع وقوة الحفاظ على الحالة الاقتصادية والموارد الاقتصادية وقوات البحرية المصرية هي القوة الرئيسية للقوات البحرية العرب وهي الركاز الرئيسي في البحر لينا ودائماً بتشرفنا ودائماً منضيف قطعة جديدة بشكر قوات البحرية كمواطن مصري وبشكر قوات المسلحة تحت رعاية سيادة الرئيس عفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية